اشتركوا في القناة تمر علينا في هذه الايام الذكرى الثالثة والعشرون لوفاة السيد الوالد آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشرازي رحمه الله وبشكل مختصر نتكلم عن نقطة من نقاط حياته وهي اهتمامه بأمور المسلمين عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وعاله من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم واهتمامه بأمور المسلمين كان يأخذ حيزا كبيرا من فكره وجهده وحياته فأولا كان يتقصى دائما أخبار المسلمين في شرق الأرض وغربها فيطالع عن تاريخهم وعن مناطقهم وعن أحوالهم ويقرأ المقالات ويسأل من يلتقي به إذا كان من تلك المنطقة أو مر بتلك المنطقة عن أحوال المسلمين في تلك المنطقة فلذلك كان اطلاعه وسيعا عن أحوال المسلمين في تاريخهم وفي حالهم في أي منطقة من المناطق كانوا وقد كان البعض من أهالي تلك المناطق حينما يأتونه فيتحدث عن مناطقهم يتعجبون لأنه كان أحيانا يقول لهم ما لم يكونوا يعلمون وبعد التحقيق كانوا يجدون صحة ما نقله لهم وأيضا كان يحزن كثيرا لمشاكلهم ومآسيهم نحن تارة نستمع بمشاكل أناس والمآسي التي تعرضوا لها فنمر عليها مرور الكرام ولا تؤثر فينا وأحيانا نستمع وتؤثر فينا أنت تارة يقولون لك إن قريبا من أقربائك قد توفي فتحزن وقد يكون حزنك شديدا وقد يقولون لك إن فلانا من الناس الذي لم تكن تربط بينك وبينه علاقة مات لا تتأثر ولو بمقدار واحد بالمية بالنسبة إلى المسلمين السيد رضوان الله تعالى عليه كان إذا سمع بمشكلة أو بمآسي منطقة من المناطق كان يحزن وكان الحزن يبدو عليه وحتى أن مرة في مشكلة من مشاكل المسلمين استمع إليها فلم يتمكن من النوم إلى الصباح يعني هذه حالة جدا تدل على شدة الألم والتأثر والحزن وفي صباح ذلك اليوم أصيب بسكتة قلبية أنقذه الله سبحانه وتعالى منها ثم لم يكن يكتفي بالحزن بل كان يبحث عن حلول تلك المشاكل ويفكر ويطالع ثم حينما كان يتوصل إلى حلول كان يعلن عنها بشكل مقترحات عبر الكتابة أو عبر الخطابة وكذلك في اللقاءات اليومية الشخصية فكان يذكر تلك الحلول لمن يلتقي به من أهالي تلك المناطق ولغيرهم أيضا ليسعوا في رفع تلك المشاكل وإذا لاحظتم فهرس لكتبه أو لخطاباته وقد جمعت في كتاب الموجز الجامع تجدون عشرات من الكتب والكتيبات تتضمن هذه المواضيع مثلا أتذكر منها كتاب إلى إخواني في أفغانستان وباكستان والهند مقترحات للمسلمين في هذه البلدان الثلاثة وهكذا كتب حول العراق وغير العراق وسائر البلاد الإسلامية نقطة أخرى أيضا كان يسعى بالنهضة بهم بالمسلمين عبر تحفيز الهمم لأن اليأس مستول على كثير من الناس وكل واحد يقول أو الكثيرون يقولون ماذا أتمكن من أن أصنع أنا لوحدي لكنه رحمه الله كان في جميع لقاءاته يسعى لتحفيز الهمم أنت اعمل أولا أديت تكليفك أمام الله سبحانه وتعالى على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقة وثانيا هذه القطرات تجتمع وتولد البحار فالأعمال الكبيرة تكون نتيجة للجهود المختلفة التي قد تكون صغيرة هذه تجتمع وله كتيب وهو محاضرة له القطرات والذرات يشير إلى أن البحار تتشكل من القطرات والصحارة تتشكل من الذرات نقطة أخرى في هذا المضمار كان يفكر ويخطط للحل الشامل يعني تارة تفكير لحلول ترتبط بمناطق معينة أو بأشخاص معينين وتارة تفكير بالحل الشامل لجميع المسلمين عبر السعي فكرا وكتابة وإلقاءا وتحفيزا للحرية وللتعددية وللشورى وللوحدة وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم حتى أنه كانت له عبارة معروفة الآيات المنسية يعني التي نسيها المسلمون فلم يعملوا بها والتي كانت سببا لوصول المسلمين إلى هذه الحالة التي هم فيها حيث يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة وختاما قد دفع ضريبة باهظة لجهوده هذه في النهضة بالمسلمين والسعي لحل مشاكلهم لأن كثيرا من الأنظمة الدكتاتورية هذه الأنظمة تريد بقاء حال المسلمين على ما هو عليه لكي يستمروا في استبدادهم وطغيانهم وهذه الأفكار كانت تتعارض مع مصالح هذه الأنظمة فحاربوه بمختلف الوسائل بحيث أنه اضطر إلى الحجرة مرتين وأيضا تعرض لمختلف الضغوطات والاتهامات والمضايقات هو وأقرباؤه وأنصاره ومقلدوه لكن إلى اليوم الأخير لم يترك ذلك فكان مهتما بأمور المسلمين عملا بقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث قال في القضية المعروفة حينما هجم جيش من الشام على الأنبار وكان مما عملوا أن سلبوا بعض النساء المسلمات وبعض النساء الكافرات المعاهدات حليهم يقول أمير المؤمنين فلو أن مرأة مسلما مات من هذا أسف ما كان به ملومة بل كان عندي جديرة أن تقول أنه أنا شيخ خصني أنا مع لي هذا الشيء لا يوجد في قاموس الإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يوفقنا لأن نعمل بهذه النقاط التي ذكرناها من حياته وسائر النقاط المضيئة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعالها الطاهرين ترجمة نانسي قنقر